بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للجمارك تأكيد على ضرورة رقمنة القطاع وعصرنته لضمان فعالية أكبر ومسايرة الرهانات الاقتصادية التي سطرتها السلطات العليا في البلاد ولابد من أن تحرص الجمارك الجزائرية كجهاز على تطوير وتحسين أساليب عملها والسموي بها إلى مستويات ترقى إلى المعايير الدولية لا سيما من خلال مواصلة وتأكيد عمليات الرقمنة وتكثيفها كأحدى الاتزامات التي تضمنها برنامج السيد رئيس الجمهورية بحكم كونها تساهم بشكل كبير في تسهيل أعمال كل قطاعات النشاط وبوجه خاص في قطاع الجمارك لما توفره من شفافية ونجعة وموثوقية تسعى الجمارك الزائرية جاهدة لبناء قاعدة بيانات رقمية فعالة تماشيا والتوجهات الاستراتيجية للبلاد واستجابة لتطلعات مرتفق إدارة الجمارك بحيث تعد سنة 23 سنة انطلاق نظام معلومات جديد متكامل في مقابل رقمنة القطاع ينتظر أن تسهم مراجعة قانون الجمارك وتكيف أحكامه في تبسيط الإجراءات الجمركية وضمان فعالية أكبر تعمل أفواج العمل المتخصصة على مراجعة مواد قانون الجمارك بهدف تكيف الإجراءات الجمركية مع هذا النظام المعلوماتي الجديد من خلال العمل على تكيف أحكامه مع متطلبات السياسة الاقتصادية والتجارية للبلاد توسيع التحول الرقمي وتطوير النظام المعلوماتي للجمارك الجزائرية سيسهم دون شك في تسهيل عمليات الجمركة وتقليص الأجال والتكاليف وكذل محاربة الفعالة للغش وإضفاء الشفافية خدمة للاقتصاد الوطني اشتركوا في القناة